البداية مشاهدين من صحيفة الأهرام التي كتبت وعنونت في صدر صفحتها الأولى التالي نظام تأمين موحد للعاملين بالدولة لتحسين الأجور والمعاشات فتح باب التعيينات بالحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية نطالع أيضا مدبولي زيادة الاستثمارات الحكومية وتقليل عجز الموازنة في الأهرام أيضا نطالع واشنطن تمدد فترة سحب قواتها من سوريا وأيضا نيتنياهو دول عربية تعتبر إسرائيل حليفا لا غنى عنها وطبيب كفر الشيخ ذبح زوجته وأبناؤهما الثلاثة لخلافات أسرية وأسفل ذلك نتابع صلاح في القائمة النهائية لجائزة أحسن لاعب في استفتاء الكهف من صحيفة الأهرام إلى صحيفة الأخبار ونتابع ما كتبته الصحيفة ونبدأ فيها من أعلى الصفحة ورني المشاة تقول للمرة الأولى إصلاح حيكلي شامل لإعادة بناء السياحة صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي أيضا في منتصف الصفحة شعراوي السيسي يلتقى المحافظين لمتابعة ملف التعديات نطالع أيضا مشاهدين مدبولي يتابع المؤزنة الجديدة ومشروعات جهاز الخدمة الوطنية وأيضا في الأخبار إصابة 12 في حادثي طعن ودهس في بريطانيا واليابن ومن صحيفة الأخبار إلى صحيفة المصري اليوم الخاصة نطالع ما كتبتها الصحيفة ونبدأ فيها من أعلى الصفحة لا صارت يطلب تدعيم دفاع الأهل في الانتقالات الشتوية أما في منتصف الصفحة رئيس الوزراء يستعرض مشروع المؤزنة ويطلب خفض الإنفاق مدبولي يتفقد أعمال ترميم آثار سقارة أيضا نتابع البيئة تطرح مشروعات استثمارية بالمحميات ومصر تحتفل برأس السنة والكنائس تصلي من أجل السلام والطبيب المتهم بذبح زوجته وأطفاله في كفر الشيخ قال ليرتاحوا من الدنيا ومركبة ناسا تصل لأبعد نقطة بالمجموعات الشمسية من المصر اليوم ننتقل بكم إلى صحيفة الشروق ونطالع ما كتبتها الصحيفة ونبدأ فيها من أعلى الصفحة توقعات بانخفاض أسعار السيارات خلال أسبوع وحصاد الوزراء لشائعات 2018 التعليم والتموين والاقتصاد أكثر القطاعات المستهدفة أما التضامن تبدأ قصر الدعم النقدي على طفلين للأسرة الجديدة ومفتي الجمهورية الشريعة الإسلامية تأمرنا بتهنئة غير المسلمين بأعيادهم أما في منتصف الصفحة نيتنياهو ثورة في العلاقات مع العالم العربي والسيسي وقرنته للمصريين عام سعيد نطالع أيضا مشاهدين في صحيفة الشروق ترامب يمنح القوات الأمريكية أربعة أشهر للإنسحاب من سوريا وأيضا في أسفل الصفحة اللذال الحديث عن طبيب كفر الشيخ الذي قالوا بأنه يستحق الإعدام والتعبئة والأحصاء 16 سجارة متوسط تدخين الفرد يوميا في مصر ننتقل من صحيفة الشروق إلى صحيفة الوطن ونطالع ما كتبته الصحيفة ونبدأ فيها من أعلى الصفحة 2018 الساحرة المستديرة تودع عام الشهد والدموع المنتخب يصل لكأس العالم ويخرج جريحا من المنديال أيضا كتبت صحيفة الوطن مصر تشارك في تدريبات قوات الدول المطلة على البحر الأحمر وكتبت أيضا مشاهدين صحيفة الوطن بأن أسفل الصفحة بأن ترامب يتراجع عن سحب قواته من سوريا ويمنحها أربعة أشهر جديدة ومن صحيفة الوطن إلى صحيفة اليوم السابع التي سوف نختم بها هذه الجولة كتبت الصحيفة في أعلى الصفحة 2019 يجني ثمار أربع سنوات من الإعجاز كذا وصفت وقالت اليوم السابع في انفراد حسب ما تقول النائب العام الإخواني طلعت عبد الله طلب من المحكمة غلق قضية اختحام الحدود كتبت أيضا مشاهدين اليوم السابع وفي أسفل عنوان اليوم السابع استمارات الثانوية العامة بعد إجازة نصف العام ومصر هزمت الشائعات في عام 2018 التعليم والتموين الأكثر استهدفا سوف نستعرض معكم مشاهدين أبرز ما قالته الصحف المصرية ولكن مع ضيفي هنا في الستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ خالد الشريف أهلا وسهلا بك أستاذ خالف ضيفا معنا في هذه الحلقة بداية أستاذ خالد بشكل عام كيف تابعت مجمل ما ركزت عليه الصفحات الأولى في الصحف المصرية الصادرة لهذا العنوان الرئيسي الذي اقترحه لهذه الصحف هي غابة السياسة وحضر الزيف والبغتان والتطبيع للأسف الشديد يعني بعد حروب مع إسرائيل ومع مقاومة للتطبيع نرى أن الصحف الخاصة تتصدر تصريحات نتنياهو في الشروق ثورة في العلاقات مع العالم العربي والأهرام الجريدة الرسمية تقول أن نتنياهو يقول أن دول عربية لا تستغني عن إسرائيل فهي حليف لها تحولنا من الطبيع إلى الحلفاء يرون في إسرائيل حليف هناك من يلهس ويجسو على ركبتيه لكي ينال الرضا الإسرائيلي للأسف الشديد هل تتوقع بأن ذلك يعطي شيء مثلا من الشرعية لما تقوم به بعض الدول بتحديد دول الخليج؟ هو يعني الشعوب تقف موقف المقاوم لإسرائيل العدو الصهيوني المحتل لقطعة عزيزة وهي فلسطين والتي تدنس أرض المسجد الأقصى وما زالت هي العدو الرئيسي للدول العربية هناك للأسف الشديد تطبيع يجري على قدم وساق ليس تطبيع يعني وإنما تحالف كأنها دولة مثال للتحالف وتتحدث الصحف المصرية بأن هذا التحالف يأتي بأن كلا الدول العربية وأيضا الكيان الصهيوني أصبح الآن أمامهم عدو موحد وهو إيران فأصبحوا الآن ضدهم بهذا الشكل يعني أنا لا أعتبر إنما هم يصنعون عدوا وهميا أو عدو يريد أن يصنعوه لإيران من الذي ترك هذه الساحة لإيران وإسرائيل حتى الآن تهدد إيران ولا تفعل شيئا مع أن إيران تهيمن على المنطقة العربية وهي احتلال إيراني مثلها مثل الاحتلال الصهيوني لسوريا والعراق وغيرها واليمن طيب أستاذ خالد أيضا بعض الصحف تحدثت عما أسمته بحرب الشائعات في عام 2018 الشروق على سبيل المثال قالت أن هناك شائعات فيها التعليم والتموين والاقتصاد أكثر القطاعات التي استهدفت فيما أسمته بحرب الشائعات كيف نستطيع فهم الوعود الجديدة التي يعني يعد بها عبد الفتاح السيسي وأيضا الوزراء في عام 2019 ألا تتوقع معي أنها تندرج أيضا ضمن الشائعات الشائعات وزيف وبهتان ونظر إلى المنشطة اليوم السابع تقول 2019 جني سمار أربع سنوات من الإعجاز يسمون الفشل إعجاز ويعيدون في كل عام بجني السمار ولا نجل سوى الحنزل للأسف 15 ألف مشروع بتكلفة 3 ألاف و45 مليار جنيه وزيادة معدل النمو 4.4% في 2014 إلى 5.3% تراجع البطالة إلى 9.9% كيف نستطيع فهم هذه الأرقام مع النظر للواقع الذي يعيشها الشعب المصري هو الواقع يرد عليهم ردا جازما الواقع مرير الناس تكتوي بنار الأسعار وارتفاع التضخم ومعدلات البطالة التي لم يسبق لها مسيل ومرأة تدني كبير في الاستثمار وضرب للسياحة وكل ذلك يعني ولا نجد إلا زيف وبغتان والمثل بيقول كان بان على رجليك يابو الإردان طيب بعيدا عن ما قالته الصحف هناك أيضا أستاذ خالد ما غاب عن هذه الصحف أبرز ما غاب عن هذه الصحف على سبيل المثال هو الزيادات الجديدة التي سوف تفرض من قبل شركات الدواء على الأدوية في مصر وبعد موافقة مجلس النواب أو ما يسمى بمجلس النواب على هذه الزيادات كيف نستطيع فهم ذلك خاصة أن هناك أدوية حساسة ومطلوبة لدى قطاعات طويلة من المرضى المزمنين في مصر هو ارتفاع ووتيرة ارتفاع الأسعار في مصر يعني تسير بسرعة الصاروخ خاصة في قطاع الأدوية التي يعاني منها كثير من المرضى في مصر خاصة الأدوية المزمنة والأنسولين الذي هو دواء أساسي لمرضى السكر ليس هناك رقابة هناك أيضا عدم وجود دعم للمواطنين في هذه الأدوية كثير من الدول حتى الغير متقدمة تدعم الأدوية المزمنة لكن نحن بالعكس الأدوية المزمنة تختفي من الأسواق وترتفع أسعارها للأسف الشديد بخلاف ذلك أستاذ خالد أيضا ما لم يذكر في الصحف هو بأن هناك عدد من المواطنين المصريين حوالي إعدام مصري في السعودية نتيجة لقضايا تقول السلطات السعودية بأنها جنائية منذ فترة ليست ببعيدة كان هناك إعدام لمصريين أيضا في المملكة العربية السعودية كيف نستطيع فهم عدم ذكر ذلك على صفحات الأولى لأن العدالة منهارة في مصر لا يوجد عدالة ولا قانون ولا احترام لحقوق الإنسان ولا للمواطن المصري لا يعنيهم المواطن المصري في شيء وكل الذي يعنيهم هذه السلطة الغاشمة أن تجلس على الكرسي وتكتم أنفاس الناس لا يعنيها أي مواطن ولا يعنيها حقوق المواطنين في الخارج ولا في الداخل يموتون يعيشون يحبسون إذا كان عندنا في مصر قتل في ساعة واحدة أربعين مواطن لا معرف أسماؤهم ولا معرف هويتهم ولا كيف قتلوا كل ذلك يجري تحت شماعة الإرهاب ومناهضة الإرهاب لا يوجد قانون في مصر يوجد اختفاء قصري وانتهاك لسيادة القانون بخلاف ذلك أستاذ خالد أيضا من الأمور التي لم تتطرق إليها الصحف هو حديث بدأ يظهر بأن قوات مصرية سوف ترسل وإماراتية أيضا سوف يتم إرسالها إلى الشمال السوري مع انسحاب القوات الأمريكية من هناك وهناك اتصالات تمت يبدو بين عبد الفتاح السيسي وترامب في هذا الشأن حسب ما تقول الصحف أيضا لماذا لم تتطرق إليها الصحف أم أن حديث نتنياهو هو كان الأبرز والأهم بالنسبة إليها لا يوجد شفافية في مصر ولا يوجد تداول المعلومات وكل الرواية رسمية أنت تستغرب أن هذه المعلومات التي نسمعها مصدرها الصحف الإسرائيلية ولا نسمع شيئا من الصحف المصرية كان الأمر لا يعنيهم في شيء هم يرون أنهم عملاء وأتباع لأمريكا وإسرائيل ويتحكمون يختطفون الجيش المصري ويريدون تسويقه كمرتزقة للأسف الشديد شكرا لك أستاذ خالد وسوف نواصل معك في إطار هذه الحلقة ومعكم أيضا مشاهدين ولكن بعد جولات الصحف